اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في هذا السباغ التمهيدي العاشر لفئة الكبار في هذا اليوم يسير على بركة الله منذ غليل شوطنا السادس في تعداد اشواط هذا اليوم الخاص بذلل المهجنات الاصائل انطلاقة موفقة نتمنها للجميع نبدأ بالبداية ونتابع المقدمة والمركز الاول اللي تأتي على مقدمة هذا الشوط واللي تسيطر من الجانب الاخر هذه تتغدم اللي هي بالضبيان بالضبيان بشعار خليفة بسهالم برويس الاكتبية تغدم مع المركز الاول والصدارة الاولى مقدم لنا سلالة ضبيان بينما تليها في المركز الثاني هذه تتغدم راهية خليفة بسعيد بن زهر الاخيالي مقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة بينما الغدوم والانطلاقة في المركز الثالث هذه وديان مبارك بسعيد بن قدير الدرعي مقدم لنا وديان في المركز الثالث بينما نغلتنا الى المركز الرابع واجد هنا في المركز الرابع ريمة ريمة منطلغة على المركز الرابع بشعار سعيد بن حبيد بن سلطان الفلاس هي مقدم لنا هذا الاسم الجميل اللي يحتل المركز الرابع بينما النغلة إلى المركز الخامس وفي خامس المراكز هذه هي التماس بشعار سعيد بن مسلم بن بخيت بن طاس العامري يحتل المركز يحتل المركز الخامس في هذا أيضا الانطلاق وفي هذه المسير التي تسير بينما نغلتنا إلى المركز السادس واجد على سادس المراكز هذه هي الضبي لراشد بن سليمان بن ناصر الشامس يتقدم نحو المركز السادس بينما ننتقل إلى المركز السابع ونجد على سابع المراكز هذه هي الضبي الضبي علي بن أحمد بن علي اللي عويسي مقدم لنا الضبي في المركز السابع بينما في المركز الثامن هذه هي تتقدم مشاهدين الأعزاء براك في شعار سلطان بسي بن محمد السويدي وتاسعا في المركز التاسع هذه هي الحذرة الحذرة جابر بن سلطان بن راشد اللي خيالي محتل المركز التاسع بينما النغلة إلى المرتبة العاشرة وجد على عاشر المراكز هذه بتصوغان لجمعة بن محمد بن سعيد بن حميدان اللي احتل المركز العاشر هكذا مشاهدين العزاء ومتابعين الكرام العد تنازلي للعشر المراكز لولة المتقدمة التي تسير بن موسي هذا الشوط منذ بداية الانطلاق نعود نعود إلى المركز الأول بينما نرى أسماء وشعارات بعد العشر المراكز لولة كمية هائلة في هذا اليوم حاضرة من الشعارات والأسماء اللي تعلن بهذا الحضور وهذه المنافسة الودية قبل هذا الختامي السنوي الكبير ختامي المرموم العين والجماهير والمحبين والمشاركين ينتظرون هذا المهرجان اللي يعدون له العدة سنويا نعود مشاهدين العزاء ومتابعين الكرام إلى مقدمة الشوط عودة من جديد إلى الصراع عودة إلى المركز الأول إلى البداية لولة وهذه هي وديان وديان اللي مسيطرة تمام السيطرة في مقدمة الشوط وتستعرض بهذا الأداء وهذا الشعار اللي ترفرف به على مقدمة هذا الشوط والمركز الأول وديان اللي تعود ملكيتنا المبارك بسعيد بن قدير الدرعي هالي القوع هالي القوع متواجدين في مقدمة هذا الانطلاق بينما تليها في المركز الثاني في المركز الثاني هذه هي متواجدة اللي هي ريمة ريمة بشعار سعيد بن حميد بن سلطان الفلاسي مقدم لنا ريمة اللي تحتل المركز الثاني بينما في المركز الثالث هذه متواجدة راهية راهية على المركز الثالث بشعار خليفة بن سعيد بن زاهرة الخيالي يتقدم بزاهرة ليتقدم بهذا الأداء الجميل والمتميز مع المركز الثالث بينما في المركز الرابع في المركز الرابع عارة تسلل من الجانب الآخر وغدوم من غبل اللي هي بالضبيان كليفة بسالم وبرويس الاكتبي مقدم لنا بنت ضبيان اللي تحتل المركز أيضا الرابع بينما في المركز الخامس في المركز الخامس هذه متواجد الضبي في شعر راشد مسليمان بن ناصر الشامسي هو اللي يحتل المرتبة الخامس بينما تليها في المركز السادس هذه تتقدم على سادس المراكز وتأثينا هنا الضبي لعلي بن أحمد بن علي العويسي ضيفنا من سلطنة عمان الشغيغة يتقدم مع المركز السادس بينما في المركز السابع هذه اللي واصل الحذر من تحتل المركز السابع بشعر جابر بن سلطان بن راشد الخيالي أما في المركز الثامن في المركز الثامن هذه أبراق أبراق لسلطان بن سي بن محمد السويدي وتاسع المراكز في المركز التاسع هذه تتقدم أيضا الزعق الزعق أيضا تبي تسبب زعاج في هذا المسار تحت المركز التاسع في هذا الشوت غادما بشعر غانم بخلفان بن طوير الشيكتيفي بينما في عاشر المراكز في المركز العاشر هذه التماس لسعيد بن مسلم بن بخيت بن طاسح العامري شعار انتفاضة من يحتل المركز العاشر في هذا الانطلاق هكذا مشاهدين العزاء ومتابعين الكرام فينا لحضراتك معدينة العشر المراكز لولا وندائنا الثاني مع طيلة مسافة الثمانية كيلومترات وانتصفت المسافة تبقى مشاهدين العزاء أيضا ثلاثة وكيل ونصف في هذا المسار الجميل من نهاية هذا الشوت الله على هذا الأداء وهذه هي وديان هذه وديان في استراحة المحارب مسيطرة في زمام الأمور مسيطرة مع المركز الأول مع البداية الأولى في هذه الانطلاق وفي هذا الأداء الجميل اللي تعود ملكيتها المبارك بسعيد بن قدير الدرعي الله على هذا الأداء الجميل والمتميز بينما الأسماء والشعارات يا بن قدير غادمين هالطلاق يبحثون عن فوز مشرف في هذا اليوم في هذا الصباح الجميل واللي تتقدم مع المركز الثاني وتأتي بالأداء الجميل والمتميز يا سلام يا سلام على الأداء هذه هي تتقدم ريمة لسعيد بن حميد بن سلطان الفلاس هي تتقدم مع ثاني المراكز بينما في المركز الثالث في المركز الثالث هذه هي تتقدم وتغير من مركز إلى مركز آخر هذه تتقدم بالضبيان بالضبيان مع برويس خليفة بن سالم أو برويس الاكتبي يتقدم نحو المركز الثالث بينما في رابع المراكز هذه اللي وصلت وصلت الحذر الحذر وحذاري من الحذر الحذر غادم مشاهدين الأعزاء في شعاب جابر بن سلطان بن راشد الخيالي وناكل وصلنا وين مع منطقة حزام الغابات مع منطقة حزام الغابات المتبغية مشاهدين الأعزاء الثنين كيلو متر بوابة الثنين كيلو متر الله وجسر العبور كما يقال بجسر العبور منطقة أيضا جسر العبور الثنين كيلو مترات هي المتبغية النهاية هذا الشوط بينما دخول بدأ المركز الرابع من الجانب الاخر هذه وصلت شقرة شقرة مبارك بن حمدان بن غانب الفلاحي نعم وصل واخذ المركز الرابع بينما في المركز الخامس وصلت طليعه بشعار محمد بن حمد بن فطيس المر يوصل وصل بن فطيس بينما الشعار الاغتصادي يتغدم مع المركز السادس يتدخل من المركز السابع نعم هذه هي اللي وصلتها وتقدمت صوجة غانب بن علي بن حمد يتقدم لنا صوجة ألي تحتل المركز السابع بينما في المركز الثامن هذي هذي اللي تتسلل وتتقدم مشاهدي لأعزاء الظبية علي بن أحمد بن علي الأعويسي بينما في المركز التاسع في المركز التاسع هذي اللي وصلت والتقدم واتشهايب وأول ندال الشايب محمد بن صغير بن حمد الجنوبي وعاشر المراكز يتغدى مناك ويأتي شعار الخطير على ظهر الضبي احمد بن سلطان بن رشيد السويدي ما شاء الله الكل الكل بدا يتغدى مع اغترابنا من جولة اللوامر من جولة اللوامر النهائية عودة الى وديان عودة الى وديان والجماهير اللي التابع وديان خلف شاشة دبي ريسينج هذه هي وديان والعصارات دوامنا في البطان بدون يوامر وبدون اي تعليمات تصدر عليها حتى الان هذه هي سيطرة فعالة سيطرة ورقصها الغاي بينما نتابع هنا بينما نتابع الوصول والغدوم مع المركز الثاني وصلت هنا ايضا عواصف اهلال بن محمد بن طرف المنصوري واصلينها لند شبه واصل شعار ابو هلي في هذا الانطلاق بينما في المركز الثالث في المركز الثالث اللي وصلت اللي تقدمت هذه هي هذه هي الضبي احمد بن سلطان بن رشيد السويدي وصل الخطير يتغتم في هذه اللحظة الجميلة بينما نتابع هناك جليل جليل احمد بن غليف بن حاسوب الدرمكي وصلت الاسماء تحرك اوهال الطلايف غادمين في الكيلو الاخير في الغلاف الجوي الاخير ولكن عواصف 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 وهبت العواصف مع عواصف هذه هي السيطرة الان السيطرة على مغدمة هذا الشوط الال بن محمد بن طرف المنصوري ما شاء الله وتبارك الله بينما بينما الضبي احمد بن سلطان بن رشيد السويدي الخطير الخطير يحاول في الامتار الاخير بينما غادم جليل احمد بن غليف بن حاسوب الدرمكي ولكن ولكن عواصف خلاص 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 هبت العواصف على هذا الشوط سلام سلام سلامي لهالي رد الشبا منطقة رد الشبا تستقبل التهاني تهانينا والناموس ليلال بن محمد بن طرف المنصوري على تألغي عواصف على اغتطاف عواصف لناموسي هذا الشوط تهانينا والناموس بينما وصلت في المركز الثاني هذه جليلة لخليفة بن حاسوب الدرمكي نعم احتلت المركز الثاني المركز الثالث وصلت في وجن لعبد الله بن محمد بن عوضان العامري المركز الرابع الضبي احمد بن سلطان بن رشيد المركز الخامس كان الوصول من الشايب محمد بن صغير بن حمود الجنيبي هكذا مشاهدين الاعزاء ومتابعين الكرام شاهدتوا واستمتعتوا في ايضا انطلاقة هذا الشوط وهذه هي عواصف كما تشاهدونها على شاشة دبيري تنج لحظة وصولها بعدما غطعت مسافة الثمانية كيلو مترات في اثنى عشر دقيقة اربعة واربعين ثانية خمسة اكزام من الثانية تهانينا تهانينا وناموس ليلال بن محمد بن طرف المنصوري على تألغي عواصف واختطاف لناموس هذا الشوط وسلام ند الشبا على هذا الانتصار بينما وصلت في المركز الثاني هذه هي جليلة باثنى عشر دقيقة تسعة واربعين ثانية اربعة اكزام من الثانية تهانينا وناموس لأحمد بن غليف بن حاسوم الدرمكي على فوز بالمركز الثاني بينما وصلت في المركز الثالث هذه ايضا وجن بـ 12 دقيقة خمسين دانية ثلاثة اجزامين الثانية تهانينة والناموس لعبد الله بن محمد بن عويضان العامري تهانينة لبو احمد على هذا الفوز تهانينة لجميع الفائزين اشتركوا في القناة